الرئيس تنفيذي لشركة أبل تيم كوك عبر أن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض 13 مليار يورو على الشركة بسبب الضرائب أمل جنوني ولا يمكن القبول بها وأضاف أن التحيص ضد الولايات المتحدة الأمريكية لعب دورا كبيرا في هذا القرار كما أكد أنه سيقاتل بمعاية إيرلندا لتغيير القرار الذي صدر ضد الشركة العاملق التي يترأسها وأضاف أنه جنون إنه قرار مخيب للأمال ومن الواضح أن القرار تم إصداره من مكان سياسي لا أساس له في القانون أو الواقع فمن السهل شد أن نرى ما هو معدل الضريب لدينا ودفع الضرائب لدينا نكشف لهم عن ذلك علنا في جميع أنحاء العالم أي شخص يمكن أن يلقي نظرة على ذلك المفاوضية الأوروبية أعلنت أن إيرلندا منحت مزايا ضريبية لشركة أبل ما مكنها من دفع ضرائب أقل بكثير من الشركات الأخرى على مدار سنوات عديدة مفاوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي تقول أن الأرقام التي استخدمناها في قرارنا هي الأرقام التي حصلنا عليها من أبل نفسها وبعض المعطيات التي تعود للعام 2011 تأتي من جلسات الاستماع من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي يوجد عدد قليل جدا منها أو لا توجد تماما أرقام في المجال العام وتحقيقنا لم يركز فقط على شركة أبل ولكن على مبيعات شركة دولية وعمليات أبل في أوروبا المفاوضية الأوروبية أجرى تحقيقات استغرق الثلاث سنوات بشأن تسهيلات ضريبية التي حصلت عليها أبل في إيرلندا ترجمة نانسي قنقر